بسم الله، النهار ده أول ما دخلت على الفيسبوك، لقيت حاجة اسمها بيم عربية، حبيت تعرف ايه هي بيم عربية، فلقيت انها المجال العربية الأولى في مجال نمزجة معنوات البناء، بيشارك فيهم الطوعين من كافة الوطن العربي لإسراء المحتوى العربي الرسالة، بناء الإنسان المفكر المهندس والمعلم العربي وتجهيزه للنهوض بالإمكانيات والطاقات المحلية، وممداد الدراسات وحركات الترجمة من وإلى اللغة العربية، وتكوين مرجع عربي مواحد لتخزين وتبادل الخبرات الرؤية، مواكبة الفنون والعلوم الهندسية باللغة العربية وتقديم المعلومة الواضحة للطالب بالخريج والممارس العربي على حد نسواء، وممداد طلاب الهندسة الحاليين بخبرة المختصين، وممداد المختصين بخبرة أصحاب الخبرة العملية أهداف المبادرة، تهدف المبادرة إلى مساعدة البحثين والممارسين عبر الوطن العربي على معرفة وجهات النظر المختلفة حول نمزاجة معلومات البناء Building Information Modeling كأحد المنهجيات المنتقلة في قطاع العمارة والهندسة والتشييد، وتم ذلك عبر مساعدة الأفراد على تحسين كفاءاتهم المعرفية والتقنية والفنية ومساعدة المنظمات على تعزيز القدراتهم التنظيمية والإدارية وتشغيلية، أو من خلال تحديث التعليم، استحداث القوانين، التعريف بفواد الاستخدام في صناعك كله هذا سنعكس على تطوير المخرجات وخدمات هذا القطاع من مباني ومشيئات أو بنية تحتية، مما سترافق مع تقليد شارتهم في الصناع، زيادة متساهمات المنظمات في الناتج القومي، ورفع إنتاجات العاملين بقطاع الإنشاء المجالة بكتب فيها عدد من الكتاب الكبار، ربنا أبارك فيهم، سنذكر بعضهم لديك الوقت، وكل الكتاب والاحترام التقدير بكتب فيها دكتور بلال سكر، ودكتور استرالي من أصل لبناني، وعمل مبادرات جميلة جداً، دكتور نشوان داود، استاذ في جامعة تسيود نوفيرستري، دكتور نها صليب، دكتورها في جامعة ميدل سيكس، دكتور سامر السياري، استاذ في جامعة بيروت، دكتور محمد قاسم، استاذ في جامعة تسايد في المملكة المتحدة، دكتور ياسر أبو صعود، مدير الدعم الفني في مجموعة الناتجن السعودية، دكتور عماد المصري، رئيس قسم الهندسة المعمارية، سابقاً بهيئة كلية هندسة المعمارية جامعة دمشق، المهندس ثاني عمر، مدير البنية التحتية لهيئة كهرباء ومهيات دبي، مهندسة سونيا سليم أحمد، دكتوراه في جامعة التشكية، الدكنية في براغ، مهندس حمزة مشرف، دكتوراه في جامعة RMIT في استراليا، المهندس صلاح عمران، كانت واحدة بيمة في شركة برجكتس انترنشنال، هذه هي مجلة بيمة عربية، وإن شاء الله كل عدد يكون أفضل من اللي جاي، إن شاء الله أي معلومة هندسات لقوها موجودة هناك، نتمنى أن تشرفونا، ونتمنى أن أي شخص بيعمل البحث في مجال بيمة بعتها لنا، وإن شاء الله نشرها بإذن الله، ألف شكر وأتمنى أن ربنا استخدامنا في خدمة البلاد والعباد، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر